أهم الملاحظات الفنية الخاصة بأداء منتخبنا النهاردة خصوصاً من الناحية الهجومية يا محمد رقم واحد إنه ما كانش بيحصل في الثلاث ماتشات اللي فاتوا اللي حضراتك كنت بيتكلم عليه على نقطة مصطفى محمد عشان أقفل لعب فريق بحجم الكتفار أنا محتاج أقفل الخط الأول اللي بتعمل فيه البلداب أو بناء الهجم الخروج بالكرة دايماً كان بيبقى عن طريق جام شيل سري العيب رقم 6 مين اللي كان عنده القدر أو دايماً في المواجهة إنه دايماً يشتغل عليه طول الوقت وإنه دايماً يدايقه عشان ما يطلعش بالكرة مرتاح كان مصطفى محمد فكان بداية الشغل الفني عشان تقدر تعمل شغل هجومي إنك تبتري تضغط تعمل ميت بلوك أو تدافع من وسط ملعبك قدر الإمكان عشان ما تطلعش فرقة كوتفوار بالكرة مرتاحين من الخط الأول اللي قدر يطلع بالكرة ده اللي فرق معنا طول المباراة وريحنا وخلع النقطة الثانية خدرتنا على إننا ناخد الساكن بول النهاردة كنا بناخد الساكن بول بشكل مميز جداً كنا بنخسر الساكن بول قدام السودان كنا بنخسر الساكن بول قدام غينيا الاستوائية قدام غينيا بيساو كنا بنخسر الساكن بول في البطول العربية الراجل النهاردة لما كل العيب لعفة البوزيشن بتاعه قدرت ان انت تاخد الساكند بول لانه بداية انك بتاخد الساكند بول انت بتقلل الضغط من عليه وتقدر تبني الهجم النقطة التالتة المهمة جدا في الشغل الهجومي اللي حصل وخلى عندك فرص وبتروح الجول السويتشات اللي حصلت ما بين عمر مرموش عمر مرموش بيلعب في الملعف طريقة 4-3-3 بوزيشن اسمه هايت فورورد هو بيلعب ناحية الشمال مهاجم بيجي من ناحية الشمال هو مش جناح عشان كنا ناس كتير كبطالب ليه مش رمضان صبحي ليه مش ترسجي اللي بيبتلوا المباراة لانه هو في الشكل اللي بيلعب بيكيروش هو ما بيلعبش بجناح هو محتاج مهاجم بيجي من ناحية الشمال مين اللي قدر يعمله ده عمر مرموش عمر مرموش كان بيجي دايما من ناحية الشمال ومحمد شريف هو الراجل جربه جربه مرة واثنين في المكان ده ومحمد خلاص محمد بقى عنده القدرة انه يشتغل اكتر في السنتر فيروت عمل موسم ممتاز مع انبي عمل موسم ممتاز مع النادي الاهلي هدف الدوري رجعته تاني البوزيشن اللي كان بلعب فيه في ودي ديجلة مقدرش انه يدي فيه الراجل ما عندوش القناعة بيه في السنتر فيروت ورغم كده الراجل النهاردة لعب في سنتر فيروت وقت قليل وكان يقدر محمد من الكرة اللي اتصاب فيها كان يقدر نهاردة انه يقدر فمحمد قدر ان هو يعمل ده. النقطة اللي كان بيتكلم فيها ايمن بتاعت وجود محمد شريف. لو جينا نروح للمغرب هقولك ليه محمد شريف مش مصطفى محمد. لانه المشكلة اللي عند كوتفور موجودة بالزبط عند المغرب. ايه هي? الاسبيسز اللي موجودة في ظهر أشرف حكيمي. أشرف حكيمي مش في ظهره سبيس. أشرف حكيمي في ظهره شارع. شارع كبير جدا جدا. كل الفرق اللي بتشتغل على المغرب بتشتغل في نفس الاسبيس. الجون اللي جابه ملاوي اللي جابه جبادينو مهانجو. الجون الاولاني اللي جابه ملاوي رغم انه متصويبة ويتحمل جزء منها ياسين بونو. الى انه فين في الاسبيس اللي وراه أشرف حكيمي. أشرف لعيب كبير قوي. لعيب مميز. ومميز جدا في الكرات السابطة. وميز جدا على الصعيد الهجومي. لكنها لما هشتغل هجوميا. وهشتغل على الترانزيشن. او اشتغل على الكاونتر اللي هحاول يعمله كيروش. هيشتغل على المنطقة دي. فمهم جدا طالما عندي فريق عنده سبيسيس كتير. وعنده سنتر باكس بشكل كبير جدا جدا بطاقة في الحركة. رومان سايس ونايف أجرد الاتنين السنتر باكات بتوع منتخب المغرب. فانت مطالب ان اللعيب اللي يشتغل على دول يكون اللعيب تحركاته اكثر مرونة واكثر حركية من مصطفى محمد. اللي هو مين؟ اللي هو محمد شريف. لان انا عندي اتنين قريدي بعمله ده. اللي هو عمر مرموش ومحمد صراح من الناحة التاني. في وجود لعيب بصير بشكل جيد زي عمر السلية فانا محتاج اللعيب اللي عنده القدرة على التحركات دي اللي يقدر يعملها. هل كارلس كروش هيعمل كده؟ اشك. هو مؤمن تماما. اذكرين اهو محمد. وده لما عمل كده ولما عمل لكل الشعب المصري مش حضراتنا يعني مش حضراتكم بس كل الشعب المصري قال له اعمل لو سبحت يلعب بتلاتة في نص الملعب والعب بمحمد والعب بمصطفى والعب بتاع. وعمل كده نجح على الاقل حتى لو نقدر لكم ان اتغلبنا النهاردة. الشكل بتاعنا كويس. ولكن الشكل العام منتخب مصري. النهاردة النهاردة كنا كويسين جدا. النهاردة قدمنا مباراة كبيرة على كل الاصعيدة. هددنا الجون. قفلنا الملعب بشكل كويس. دفاعيا كنا مبارزين. فرقة زي كوتفورة احب اقول بس لقطة مهمة جدا حصلت في المطش النهاردة. ان اللي كان نازل مكان حمدي مكانش زيزو. كان مهند. كان مهند. هو الراجل كان بيكلم المساعد بتاعه سوزا. كان بيكلم حد في المحل الأداء. كان بيكلمه في وبعد ما الراجل سخن. وكان زيزو بيسخن. كان هامل تجرتين. راح مقعد مهند. ومنازل زيزو. لا مهند. اللقطة اللي احنا شفناها يعني. كلعيب كرة يعني. انا فاهم فالفترة دي. سوزا كان بيكلمه. المساعد بتاعه كان بيكلمه. انا لست قاله حاجة في ودنه. دي حاجة كويسة لو يعني. حباك ممكن تكون عشان ماتش جاي برضو. يعني كنا يعني الناس كتير بتتكلم عن فكرة هل كيروش بيستمع مستمع جيد لجهاز المعاون ومحل اللي ين أداء اللي معا. وفيه محل أداء اعتقد مشي. واللي موجود اللي احنا نعرفه موجود دلوقتي هو محمود سليم. زملنا. فالمحمود سليم راجل مصر كلها عارف ان محمد شريف بقى سترايكر صريح. خلاص محمد شريف وينجر مفيش فكون ان هو لسه شايف ان محمد شريف ده راجل وينجر. فنعرف ان هذه قناعة مدرب هو مش عايزه في سترايكر. بس في المباريات اللي زي مواطش المغرب ده فعلا. وأعتقد المواطشات كتير بتحتاج فيها لعيب زي محمد شريف. في المركز ده خصوصا لما بتلعب بالطريقة اللي بتات اربعة تلاتة تلاتة اللي انت عايز الراجل دايماً. المهاجم مش بس راجل بتاع صندوق. او مش بس انت هتلعب له كرصات لان انت نسبة الكرصات اصلا. انا تتكلم عن الرأس حربة. ولكن احنا كنا بنتكلم على نقطة اللعاب الثالث فصوص بارة. انا قصدي لا احنا احنا نتكلم من قلنا شوية المغرب فبنتكلم على حتة الليل سبيسيز. احنا الاحين جايين. احنا لا يمكنك مش عايزة أسيب الكوديفور ده. لانه الحقيقة فوز رائع. طبع. فوز اللي جاهز اللي معك. لا هو الراجل بيسمع لسوزة. المدرب المساعد اللي معها. وبيسمع لمحمود. طبعا محمود سليم زملنا. وواحد من المحللين الأداء الشاطرين قوي في الكرة المصرية. ما دون ذلك هو بيسمع. بس بينفذ اللي في دماغه. ده قولاً واحداً. انا مش بكتهد. دي حقيقة. هو بينفذ اللي في دماغه بس. وكان منها في بعض النصايح. لما تكلمنا مع الناس يعني. لا هو بيسمع اللي في دماغه بس. لكن أحياناً تحت الضغوط. أحياناً تحت الضغوط. أحياناً تحت الضغوط. بيستمع. بيستمع زي ما حصل النهاردة. تحت ضغط المباراة. تحت ضغط الأداء أو المرضود الغير جيد في التلات مبارات الأولانيين. سمع. سمع ورجع. لا بس. معنا الكلام اللي تقوله ده إن هو لو خد بطولة أفريقيا مش هيسمع كلام حد قال. طبعاً. طبعاً.